انتقد المعلق الرياضي احمد الطيب جاريدو المدير الفني لنادي الاسماعيلي بعد الهزيمة من نادي غزل المحلة اليوم بهدفين مقابل هدف حيث هذه الهزيمة هي الهزيمة الثانية للاسماعيلي في بطولة الدوري في اول اسبوعين وقام احمد الطيب بتوجيه نقد لازع لجاريدو بسبب حمد النجاز وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب احمد الطيب حمد النجاز عيبه الرئيس انه مدافع ما بيعرفش يدافع يعني باك يمين مهاجم زي علي معلول باك شمال ما بيعرفش يدافع لكن برضو بيهاجم كويس يقوم العبقري جاريدو مدرب الاسماعيلي يلاعب حمد النجاز مدافع في قلب خط الظهر وعينك متشوف الا اخطاء وكوارث دفاعية فردية وجماعية ارحموا الاسماعيلي من الفتيين كما علق احمد حسن نجم الاهل والزمالك والاسماعيلي السابق على خسارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي امام غزل المحلة وقال غزل المحلة ادم اداء مميز امام الاسماعيلي واستحق الفوز عن جدارة واستحاء واضاف اداء الاسماعيلي في المباراة كان اسوأ من السوق وافلت من الهزيمة بنتيجة كبيرة بعدما تم الغاء تلت اهداف لزعيم الفلاحين وتابع ما حدث لايالك بالاسماعيلي ويجب ان يكون هناك وقفة حتى يخرب الفريق من النفق المظلم سريعا ترجمة نانسي قنقر